أول تعليق من يورجين كلوب بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا عن المباراة وعن محمد صلاح علق الألماني يورجين كلوب المدير الفني لفريق الإفربول على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد وقال يورجين كلوب خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة الوصول إلى النهائي نجاح ولكن ليس النجاح الذي نريده وتابع لعبنا قدموا كل شيء خاصة بعد تأخرنا بالنتيجة لقد لعبنا بالطريقة التي نريدها فالوصول إلى النهائي إنجاز ولكن ليس الإنجاز الذي نريد تحقيقه لأننا قدمنا مباراة مثالية وأكمل لدي شعور قوي بأننا سنعود للنهائي مرة أخرى فسنحجز الفندق من الآن واللعبون قادرين على المنافسة إنها مجموعة رائعة معا وسيكون لدينا مجموعة رائعة الموسم المقبل وخط الهجوم أجاب لقد فعلوا ما يمكن فعله وعن محمد صلاح قال صلاح لاعب رائع وهو من بين الأفضل في العالم لقد قام بواجبه اليوم لقد كان قريب من التسجيل لو لا براعة كورتوال غير طبيعية لقد سدد أكثر من ست مرات وعن تصريحاته قبل المباراة أجاب كان ذلك بسبب حماسه الزائد وكان أفضل اللاعبين اليوم ولكن غاب عنه التوفير ترجمة نانسي قنقر